عد الجسر الرابع في الفلوجة بمحافظة الأنبار واحدا من أهم الجسور الحيوية التي تربط مناطق شرق المحافظة بغربها إذ يبلغ طوله أكثر من 200 متر ومكون من خمس فضاءات تقع على نهر الفرات يشكل ممرا مهما على ظفتي النهر تأكيد الجسر الرابع هو أنشاء لفك الاختناقات في مدينة الفلوجة والجسر مهم الرابط بين منطقة النساف ومنطقة الفلوجة بالتأكيد هناك الكثير من المشاريع التي خطت عام 23 رفعت في هذه الأيام وأكد السيد محافظة الأنبار على دعم المشاريع في مدينة الفلوجة ويرى مواطنون أن إنجاز هذا الجسر يعد خطوة لتخفيف المعاناة عن المناطق المجاورة لمدينة الفلوجة وتسعى حكومة المحافظة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التي تسهم في استمرار عجلة الإعمار والإزدهار نشكر الحكومة المحلية بإنجاز المشاريع وعملية وصالحة وفك الاختناق عن المناطق شرق الأنبار نعبر على جسر الفلوجة ونعبر على الجسر الثالث نلقى صعوبات وازدحامات أما هذا الجسر منشاء حيوي وهذا الجسر أهمية تماتية سيخفف هواية من كاهل المواطنين كاهل المواطنين هواية مناطقنا كانت تعاني من هذه الاختناقات وحركة السير هذا الجسر سيخفف هواية أمر بالمستقبل إن شاء الله إذا عندك لا سامح الله حالات منغضية بك باستشفى في فلوجة إذا يفوت على جسر الجديد إيقظ زحامات وائبة خاصة من الخروج ما تتجه له الحكومة المحلية في الأنبار من تشييد الجسور الكبيرة تمثل خطوة لرفع المستوى العمراني للبنى التحتية في المحافظة من جهة وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن بسبب الزحامات المرورية من جهة أخرى من الأنبار عثمان الهيتي الرشيد